الاتحاد المصري الشترانج من ساعة نشأته مدينة طنطا يعني بحد المدينة طنطا مفيش فريق فيها لعب في الممتاز ألف هو السنة دي كتأول سنة مدينة طنطا بيلعب فيها نادي سبورتينك كاسل في الدور الممتاز ألف لكن عندنا غزل المحلة كان بيلعب يعني كعندنا زفتة كان بيلعب عشان برضو القول الغربية فيها برضو لكن انا بكلم على مدينة طنطا الدوري عبارة عن 13 فريق مجموعة ألف مجموعة الأولى والمجموعة الثانية هو بنظام يعني الدور الواحد يعني يعني كل فرقة هتلعبت قابل تقريبا 12 من قبله كل فرقة بتتكون من ثمن لعبين يعني ثمن لعبين في عندنا نشئين يعني تحت عشر سنوات وفيه نشئين تحت تمنتاشر سنة والباقي الأعمار يعني متاح ليه؟ المباراة بتبقى ثمن لعبين بيقابلهم ثلاثة ثمانية بيقابلوا ثمانية يعني أنا مثلا سي مثلا نادي في الاكس مع نادي مثلا بي بنقابل بعض مقابلة عبارة عن فرقة ثمن لعبين بس النشئين بيلعب بعض والكبار بيلعب والمجموعة بيتحسب على اثنين ولا كل فريد واحد المجموعة بيتحسب يعني على عدد النقاء مثلا يعني لو احنا في اربع لعبين من فريده فازهم واربع لعبين من الفرقة التانية فازت مثلا هيبقى اربع 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 يعني نتيجة اربع اربع وتحسب بالنهاية بالنقاط مش بالفوز يعني هو تعادل اه لكن في النهاية حساباتنا على النقاط اللي انت حصلت عليها يعني من نتيجة الفريق يعني مش هنقول هو تعادل ياخد نقطة لا او ده اخد اربع وده اخد اربع اخد اربع اربع فوز اربع فوز يعني واصل حدتك ولا دمية في نهاية بقى يعني الجوالات بيحدد بقى البطل والوصيف وكده يعني وبرضو العدد الستة عشرين ده اعتبر كويس جيدا يعني اعتبر كبيرا